هذا واهتمت مملكة البحرين بتطوير كافة التشريعات التي تسهم في النهوض بسوق العمل البحريني من خلال الاهتمام بالعمال وجعل الضمانات القانونية أساسا للعلاقة العملية بين العامل وصاحب العمل نعم ونظير الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين من خلال تبني الاستراتيجيات والخطط التي تعزز من بيئة سوق العمل سوق العمل وحقوق العمال أصبحت بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين مثالا للتجربة الرائدة وعلى مدى سنوات استمرت مملكة البحرين في تبني المبادرات وتطوير التشريعات التي استهدفت تطوير وإصلاح سوق العمل لينتفع منه الجميع بالإضافة إلى مراعاة حقوق العمال تحقيقا لمقاصر كافة التشريعات المحلية والدولية والاتفاقيات ومثل الجانب القانوني والتشريعي عنصرا مهما في إصلاح سوق العمل وآخرها كان قرار هيئة تنظيم سوق العمل باعتمد قرار مجلس الوزراء الصادر في العام الماضي بالموافقة على الخطة الوطنية لسوق العمل بالإضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور على سبيل المثال للحصر والعدد من القارات التي جعلت من سوق العمل البحريني أرضا خصبة ذات أساس قوي لضمان حقوق كافة أطراف العمل إصلاحات سوق العمل في مملكة البحرين هدفت لارتقاء بالمواطن البحريني وخلق الفرص له لذلك جاءت برامج التوظيف التي أخذت زخما كبيرا مؤخرا والتي كانت ضمن إطار الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 إذ أن الخطة وفرت الإطار الاستراتيجي للوصول إلى ما تحقق الآن من جعل المواطن البحريني الخيار الأول بالإضافة إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو وهما اتضح جليا في إحصائيات التوظيف التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية الأساس التشريعي الذي تم إصلاح سوق العمل به وراء حقوق العمال كان من خلال رؤية جلالة الملك المفدة حفظه الله وراءه الذي أصدر قانون العمل في القطاع الأهلي عام 2012 والذي ألم من خلال 197 مادة بكل ما يعنى بالعمل والعمل في القطاع الأهلي كما سبق هذا القانون قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر في عام 2008 ليجعل من بيئة العمل آمنة وتخضع للإطار الرقابي والعقاب في حالة مخالفة القانون ومع وجود كل هذه التشريعات التي تجعل من مملكة البحرين سباقة في التشريعات العمالية ووجود ضمانات لطرفي العلاقة العملية حققت البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فالممارسات البحرينية ممارسات تأسست على القوانين لجعل السوق العمل البحريني آمنا ويؤمن حياة العامل ترجمة نانسي قنقر